السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات يسيرة تضمن بها بابا من أبواب الجنة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة قلنا بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة بل ورد في حديث آخر أنها كنز من كنوز الجنة كما جاء عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة فقالوا بلى يا رسول قال تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم لما بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله يرد عليك الحق سبحانه وتعالى يقول أسلم عبدي واستسلم عايز حضرتك وحضرتك تستشعر دائما أنه فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة لنا على فعل أي شيء أو على ترك أي شيء إلا بحول الله وقدرته لو أن كده الله يمدنا بقوته وتوفيقه وقدراته سبحانه وتعالى فنحن هنا ننخلع من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته ولذلك في دعاء الاستخارة بنقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر إن خلع من حول والقوة فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام رجب ثم تكمل الدعاء فهنا هذا يوضح أن السر في القضاء والقدر هو العلم والقدرة العلم والقدرة العلم إن الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما أو العلمه بما يقول إليه الحال الحال إن فلان مريد دلوقتي والمقال إن ربنا هيش فيه في سنة كذا في يوم كذا في الساعة الفلانية من الذي يعلم ذلك؟ الله سبحانه وتعالى الحال إن فلان فقير لكن ربنا سيغنيه إمتى في وقت يقدره الله؟ ده اسمه علم المقال الحال إن فلان موظف بسيط لكن في يوم الآيام هيبقى مدير عام من الذي يعلم ذلك علم المقال؟ الله شفاديه؟ وهكذا الحال إن فلان دوت مثلا مظلوم فمتى سيأتيه حقه ده علم المقال لا يعلمه إلا الله إيبقى لا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يقول إليه الحال يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون ده العلم تمام كده؟ طب القدرة قال لك ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد هو ده القدرة بقى إن ربنا قادر على إن ينفذ أي شيء في الكندة كله إن هو سبحانه وتعالى بيده ملكوته كل شيء ونواصل عباد بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى فالله عز وجل هو الذي يملك مقاليد الأمور سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر سبحانه وتعالى فإذا فالإنسان لا ود أن يكون على علم أنه لا يكون شيء في كون الله إلا بحول الله وقدرته سبحانه وتعالى فأكفروا من لا حول ولا قوة إلا بالله فهي باب من أبواب الجنة وكنز من كنوز الجنة بفضل الله وفيها افتقار وانكسار وانخلاع من الحول والقوة إلى حول الله وقوته والله عز وجل إذا رأى انكسارا من العبد وتذللا وخضوعا واستكانة فالله يرفع قدره سبحانه وتعالى ولذلك كان أقرب ما يكون العبد هو الموضع اللي بنحط فيه الأنف والجبهة على الأرض في الطراب واسجد واقترب قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربيه وساجد فأكثر من السجود ولما قال لربيع قال سني شيئا يا ربيع قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله قال أو غير ذلك قال هو ذلك هو ذلك أعيزه قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته